تامر أمين الضربة القضية تجرؤ أن تجمل الكلمة الناقصة في المثل الشعبي اللي ذكرته على الهواء من المشاهدين الآن هل تجرؤ؟ أن أنا أقول المثل الشعبي الدارج اللي بيختار؟ أن تكمل اللي ماكملتوش لا طبعا لا أجرؤ ليه لا تجرؤ؟ عشان أنا باحترم المشاهدين ليه ممكن تقول جملة لجمهورك ما عندكش الجرؤة تكملها للآخر؟ إيه علاقة الجرؤة بي؟ دي ليه علاقة بالحياء؟ مهو لو في حياء بهذا الشكل واحترام لمشاعر جمهور بهذا الشكل مش هيكون فيه أصلا مثل بهذا الشكل لا هيبقى فيه لأن أنا قاصد أن أنا أوصل للمعنى دون أن أذكر الألفاظ الخادشة للحياء المعنى؟ المعنى؟ مش خادش للحياء؟ لا 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 طبعا أنا عايز أوصل للناس أنه بعض السياسيين أنا الكلمة اللي ما تقلتش في المثل ده غير خادش للحياء وإنت سمعتها مني؟ المعنى اللي وصلني واللي وصل لكل مشاهد سمع مش خادش للحياء؟ إنتي عرفة من غير ماقوله؟ أيوة قل لي أنه غير خادش للحياء أنا بسألك قل لي غير خادش للحياء؟ إنتي عرفة؟ أيوة المعنى اللي أنا عرفتها لو سمعتيه يبقى أنا باخدش حيائك لكني ما سمعتهوش لو اتكارت وما سمعتوش أو أنت قلت المثل ناقص يبقى مش خادش للحياة ويبقى لاقط؟ طبعاً